هواية الألعاب الذهنية الألعاب الذهنية هوايات متنوعة فمنها ما يتعلق بالأحاجي ومنها ما يتعلق بألعاب الرياديات ومنها ما يتعلق باللغة ومنها الكلمات المتقاطعة وغيرها وقد أحببت واحدة منها كثيرا فهي التي ساهمت في زيادة ثروة لغوية إذ أكسبتني رصيدا لغويا غنية وساعدتني على التفوق في مادتي التعبير الشفهي والكتابي ووسعت معارفي ونمت خيالي وجعلتني أقضي أوقات فراغ مسلية ومفيدة وأحيانا تكون الدروس جافة أما هذه الألعاب فإنها مغرية ومفيدة كما يمكن استغلالها في توضيح وتثبيت وإغناء ما يتلقاه الثلميذ من الدروس أخبركم بنموذج من هذه الألعاب اللغوية أحضروا أيها الأطفال ورقة بيضاء وارسموا عليها مستطيلا أو مربعة ثم قصموه إلى خانات قد تكون عشرين خانة اكتبوا في كل خانة اسم آلة أو حيوان أو فعل من الأفعال قصوا الورقة حسب الخانات اخلطوا هذه الأوراق في علبة ثم اسحبوا من العلبة كلمتين لنفترض أنكم سحبتم كلمتي بلبل وقطار ضعوا بين هاتين الكلمتين حرف العطف وبذلك تحصلون على عبارة القطار والبلبل أو البلبل والقطار فتكونون قد حصلتم على عنوان قصة تخيلوا بعض الأحداث التي يمكن أن تربط القطار بالبلبل وتخيلوا شخصيات أخرى واربطوا بينها ثم أجروا حوارا بين أبطال القصة وسوف تحصلون على قصة من تأليفكم النهاية ترجمة نانسي قنقر